وسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المتطرفة فضلاً عن التساول في انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب تشير إلى أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الإرهاب حيثما وجد ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل ثالثاً معالجة أوجه القصور في تعامل المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان فلا مجال لاستعادة مصدقية الأمم المتحدة طالما استمر الملايين يعانون من فقر مدقع أو يعيشون تحت احتلال أجنبي أو يقعون تحت ضحايا الإرهاب والصراعات المسلحة إن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسيس أليات حقوق الإنسان وتجاهل التعامل المنصف مع جميع مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب فباتت المرأة تجهل 25% من المناصب الوزارية وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان كما يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية في الدولة وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التي توقع في مصر سنويا محفلا دوريا وسابتا للتواصل بين الشباب والتعريب بشواغلهم وأولوياتهم ونحن عازمون على أن نجعل قضية التمكين الاقتصادي للمرأة إلى جانب قضايا الشباب وقضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار في طريقة أولويات رئاسة مصر لمجموعة ال77 والصين نموذج عملي لتطبيق التزامنا بمفهوم شامل للارتقاء بعض حقوق الإنسان بأوسع معانيها السيدة الرئيس إن لمصر كما للغالبية الصحقة من شعوب ودول العالم اشتركوا في القناة